سلام عليكم اهلا وسهلا بالغزالات والحدقة ديالي كدرتو بالخير امركم جيانا صحيحة المورال الاحوال الاحباب كيف العادة كانت منها ان شاء الله ياربني هذا الفيديو هذا القاكم في احسن الاحوال من جميع النواحي مهم كيف العادة انتصار مدام فيديو خاص يكون نشاط الحداقة الحماس مهم فيديو ديالي ومع وتاني ان شاء الله سنوجد مع بعضياتنا واحد مولاتي الوجبة ديال هالكلام من اعزادي ان شاء الله اللي تكون سهلة مهلا خصوصا كما كنت لكم بعد ما كيخرج رمدان راسا في الجهد كله كي يمشي معه ما بين تحضيرات وشهيوات وطبالي والحلويات العيد يعني ساف الواحد كي يقلب على اسهل حاجة وكانت تلفو يعني وجبة الغداء وجبة العشام اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الاقتراح لي زوين نتمنى ان شاء الله يعجبكم وهكا ديال هاد وقيت هادي شي حاجة لي متوقفيش فيها في الكوزينة بزع ومن ارى وجدت قوامي وجدت مقاديري غادي اندوزوا ان شاء الله انتعارفوا على الطبق الاساسي لديال هاد الوجبة هادي اجيو معها فكام مكونات للطبق ديالنا عندي هنا يربعات الحبات جالبطاطا لي متوسطين اللي قطعتهم كلهم هكا على هاد شكل دوائر ودرت ليهم نسلقة تقريبا واحد خمسة دقائق هاكا مع شوية الملحة وصفيتهم عندي هنا اياه شوية ديال الطماطم هاكا صغيرة اللي تقدرو تعودوها بالطماطم العادية تقريبا واحد خمسة دوائر بحال هاكا شوية زويتينات مو مدر الزيتون ديال البلاد هنا عندي صلصة طماطم تقريبا هاكا جهد واحد زليفة صغيرة وعندي هنا اياه الكفتة مو نديروك كفتة لحم كفتة جيش كفتة لادنت اللي عندكم خدموا بها بالنسبة لعطريارة معروفة الملحة البزار سكينجبير خرقوم تحميرة شوية ديال التومة وصفيت كنجمعوها وكنديروها هاكا أقراس ولا هاكا خبيزة صغيرة عندي هنا يوحد ربطة صغيرة وورا تلمعد نوس بصيلة وحدة وعندي هنا شوية طيف ديال الفلفل حمرة وطيف ديال الفلفل صفرة تقدرو تديروها الخضرة اللي بغيتو وبنسبة لخديرة را تقدرو تزيدو الدنجل تزيدو القرعة الخضرة اللي بغيتو وبنسبة لتوابل باش غدين ديرو الصلصة عندي هنا اياه فصوص عثومة شوية ديال الخرقوم الملحة تحميرة البزار وشوية ديال السكنجبير مهم انا اياه هذه الصنية اللي غدين خدم وعلى فكرة را تقدرو عوض ما تديرو الصنية ديرو عوضها تديرو طاجين يعني طيبوها تديروها تديروها كصنية لدخول فراد عندي هنا اياه شوية ديال الزيت ومزيت العود ولا زيت رومية ايش ندهنو الصوينية هي اللولة وغادي نخليها جانبا هنا غادي رجع ناخد هكا واحد زليفة غادي ندوزن ديال فيها العطرية اللي عندي هي اللولة وهذا فصيصات تومة نحكوهم فوق منها بعد محكي تومة هني دست قررت شوية من هذكا المعدنوس اللي قتلكم غادي ناخد منه واحد الحفينة غادي نخلي شوية تنزيدو ملفق وهنا هي اللصوص طوماد غادي ننهز منها وحد جاجد هكا تعجوج معلقات كبار وغادي ناخد شوية ديال ما باش غادي نجمع هذه المرايقات تقريبا تبع وثاني وقت جاجوج معلقات كبار ها هي اللصوص ديالنا صوحات جاهزة بغادي ندوزن ناخد هكا البطاطا وردها فوق منها هذه المرحلة كان فضل استعمال يدي وردها دائما نخلط بالمعنقة يدي دائما لأنني كنت لحس براتي نيتراني طيب هنا تقريبا جميع المكونات ديالنا صوحات جاهزة دباب غادي نلوزو رجعنا نخضو هذه السوينية هنا هي هذه البطاطا اللي كانت عندي رقطعتها كدوائر ولا تقدروا تقطعها ولا تشلضوها ولا اللي بغيتو تقطعها بالطول مويم هذه غادي نديروها كتفريشة من بتخت حال هكا كما تعرفوا بصيلا ركا الدوب كتجيزوي وناه كفرطينيات هدول كي يدخلوا الفران غادي نزيد عليها هكا شوية عدلة سوستوما وغادي نرجع ناخد هنية البطيطة مويمي لك انتم تزيدوا كما قلت لكم تزيدوا الدنجال ولا شي حاجة اتبقوا تديروا هكا بطاطا وتقسموها بالدنجال ولا بالكورجيت ولا بالطماطم هكا ديرا بطاعة رنشات بقيت قديت البطاطا بهذا الشكل هذا وذلك القطع اللي يكونوا لدينا صغيرين ورانا هم اللي يفرجتهم هكا الوسط باش هما ان شاء الله عليش غادي نستفو لهذا القريسات والخبيزات دي الكفتة ويمكن اللي يبغيها كيفاردهم يعني الكفتة تجي دخل مع البطاطا لكي يعجبني هكا الكفتة تبقى مفرزة عليها وكا تجي في الاخر بحال هات شكل هذا بعد هني الفليفلات هنتوما قطعتهم بشكل طولي هكا نجيبهم من مصر واحدة نجيبهم واحدة حمراء واحدة صفراء ولا تقطعهم تدوائر وتعجبني بزاف انا يا هكا كفتة صينية الخضرات على الفران واو كتجي زوينة ونستخدموا هاته الطوماتي وغيس نستخدموا بحركة كي تجي سبحان الله هاته الخضرات طبيعيين سبحان الله عندهم واحدة الجمالية زوينة ونستخدموا هاته شوية معيد نوس اللي قدت لكم حتفضنا به في الخر هكا نستخدموا بحضر الشيشة وزويتينة انا الزيتون ضروري لا تكون معشاق الزيتون بحالة انا كا حمق على الزيتون اخر حاجة هذه اللاسوس اللي كنا ارقدنا فيها البطاطا كتبقى لنا ضروري كتبقى لكم منها شوية هاته ينزيدوا نسقي بها من الفق تدفليفلة هاته تجي واخدها من اللاسوس وبهذا الحدقة ديالي ها هي الصوينية الخضراء في الكفتة ديالنا سبحان جاهزة تجيب هاته كلاسوس كتبقى لنا ندخلوها الفران فران راسخنته مسبقا على درجة حرارة 180 مدة طويلة ماكسموم عشرين دقيقة لان البطاطارة ديالنا نسلقها الكفترات غيات غيات طيب يعني لا نستخدنا واحد الوقت طويل في الفران مهم غدين ندخلها انا يا تبقى وغدين ندخلوا وغدين ندخلوا جوش سلطات معتبارين باش غادي نرافقوا طباق ديالنا و بسم الله غادي ندخلوا ابدأوا بسلطة الاولى واحد سلطة ليمون عيشة ومن اسرع ما يكون لدي هنا بعض الاوراق ديال الخاص اللي قصلتهم وحاولت نصفه واحد شوية ومرمزل عندي هنا احبه واحدة ديال الخيار لذا استحيت لك ما تشوفوا نصف القشرة دياله وعندي هنا احبه واحدة ديال البرتقال وندروا الليمون دروا تفاح اللي بغيته ديك ساعة اول حاجة ديال الخيار ونحاولو ندروا في الحكاكة الغليدة من الاحسن ما يبقى باين يعني ما يغبرش في شلطة ما يبقى باين ديال الخيار هذا اكوطي ونأخذ هنا الخص والليمون من الخص نحاولو نقطعوه او نقردوه رقيق مهم غادي نعود نقردوه حليقة نشلطوه وانتو ما عليها تشكل هذا كما تشوفو كيف يجي رقيق كما تشوفو به ونأخذها كل شيء انتو ما كيف تجي دابعا كم تشوفو اتقلموه او زلو عيه عصير كاز عصير برتقال مثلا وكما تريدوه تشوفو سنيدة انا سنضر الرشيشة خفيفة ديال السكر الفانيلا او حضر الرشيشة خفيفة ديال السكر الفانيلا ونخلط كل شيء و هنا اخر شيء يعني كفكرة لتقديمها مثلا هذا الشليده هذه العائلة تكون محبابكم مثلا هنا يخديد طرنشة البرتقال قطعتهم هكا بالنصف ودوائر الخيار مثلا كنحطوه بحال هكا طرنشة الليمون نديرو حدا هكا طرنشة الخيار و هناك صفحة جاهزة سوف ندخلها جانبا و تعرفوا على الصفحة الثانية التي هي زبوينة جدا و سهلة هنا في زلافة كبيرة اخديت حبيبات خيزة او جزر لتهم في الحكاكة الغليظة سنحتاجوا معهم هكا حبة واحدة يلتفاح ولا جوج من القياس انتو ملي تحدو و عندي هنا يتقربة واحد جوج مع القادة كبار ديال الزبي سنأخذ الزبي بأول حاجة نحطو عليها تفاح تقدرون شوما سواء تديرو تاو تحكوه في الحكاكة الغليظة و تزيدو مباشرة على الخيزة او تديرو بحالي مثلا كنشدو و ايما اكل مراش كندير سوف نقطعه نخلي بالقشرة دياله و قطع هذا التفاح اللي عدي سوف نزيدو عليها كامل الفوق مهم هذا لكي تفاح مثلا بغيتو تحتفظو متر بغيتو توجدون ثم اقبلوا بغيتو تفاح ميت اكسج اي ميتلونش اللون دياله سواء تديرو علي واحد العصيرة هكاة الحامض ولا تاخدو مرة اخرى تخلطوها بكويس ديال اعصر البرتقال هذا هو درك يحميها انها مكتلونش ليه اللون دياله و مهم اللعفوا على انتصار وصفيم الكوك الكوك الراكيم قلت لكم امقا بقادش نهار طيب لكم طاجين مخضر بالكوك مهم اللي الكوك رك عارف العشق العشق ديالي غادي نديرو واحد رشيشة خفيفة مهم باش نبرد نتسمر اني استعملت الكوك و غادي نديرو واحد رشيشة خفيفة ديال هذا سكر لفاني و لتديرو معلقة ديال سميتون ديال السكر اللي بيتو الحلاوة تقدرو تديرو رشيشة خفيفة القرفة و مره اخرى كاقتراح كادي لتقديم بسيط الهاتشليدة هادي و انتقدرو تاخدو الخوخ تباك الله هدراه و اما ونسم الفواكه الفواكه موجود عجد تبارك الله غادي ندوز ناخد اناي هنا الفريز ولكن كما قلت لكم تاخدوه خوخ برقوق لي كان انا هذا الفريز هذا قطعتوها كطرنشات قطعتها هكا بطول تجي هكا طرنشات على هاتشكل هذا و من البنات كيعجبوهم هاد القتراحات هذلك نعطوهم التقديم كيقول يانتي صار دائما كتعجبنا نحط المتولى دياله كيعجبونا الاقتراحات لان كما نقولوا راه بعض المرات راه افكار بسيطة كتتبديل تماما المنظر ديال تقديم ديال الطبق ديالكم و خيكون راه ماشي ضرورة ديك الفخامة و معتش شنو نستعملو و باش نزوقوا لا راه بعض المرات يحويش كي يكونوا عدنا في تلاجة راه نقدرو نستعملو و نخدمو به تبارك الله همص بحواجدين الصونية الفرار ربقت ليها خمسة دقائق سافي و سنتفع عليها يما قلت لكم ما كتاخد شوق طويل و باش من جيو فين نخرجوها نقدموها كذلك مع واحد المشروب فريش و اخر مرة كنت قدرت لكم واحد وجبة صيفي زوينة بساندويتشات و هذا و هذا و هذا عجبكم بزاف قسراحة المشروب اللي قدمت لكم و يعني راه كما قلت لكم راه او لا سيدة تخدمتك شين متوفر عندها سواء الليمونادا او عسير الحامض هذا ان شاء الله لنسي تفكروني نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف سابق لي و شاركت معكم طريقة تحضيره في المنزل مع طريقة تخزينه في مجمد وقت موقتي عليك تلقيه او لا تديروا سيفينة او سبرايت تديروا والماز اللي عندكم و اخر مرة كنا اخذينا كويسات و درنا فيهم دة خونشة الحامض مع الفرانبوازة او توت الأحمر و درنا ورقة نعناع اليوم سوف ندلو حد شوية سوف ندير اناي هنا هدو البلو بيريز و التوت هدو الصغور ندير هنا دة خونشة الخيار سوف ندير دة خونشة البرتقال هكا مقطعين تقدروا تزيدوا ورقة نعناع كما قلت لكم سوف نأخذوا شوية شوية من كل حاجة حال هكا نأخذوا مكعبات يلتج او هكا القلاسة نديروا واحد ثلاثة و تزيدوا اللي كان سوى هذه سوى الحامض سوف ندير مصف هكا كي تجيزوية ولا منادر ديالهم هكا كي يجيو هذا اللي فروي و كي تلقوا حتى انك هزوينة يعني كعتون انك هزوينة في هدو من شروباتها و كل شي بحواجة دة بحيات أفضل على فيدي صوين يأتي على الارحة تشهي 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 سوف نزق طبارك الله كي تزيدوا حانتم يا البنات ثقائت تبقى تطور أعجزوا و زوجة الناس بحاجة ذاكية كي تستمرتهم و تكتورة من اهم ملك ونحوشها بسيطة ونحوشها سهلة تغييب لك تلقف وقرد وشلق لأنك توجد وجبة التي تكون جيدة و التي ستفرح بها عائلتك أكيد مهم شيء ذات الخص بالخيار والليمون تأتي مهمة كثيرا وعلى الثاني أخيزه بتفاح وزبيبته تأتي بنينة وكما الشورة سهلة يعني خمسة دقائق حك حك وخلطتها في أنت تالتي وعلى رئيسهم صوينية الكفتاء بالبطاطاتة هي كتجي وعرانتنا إن شاء الله تجربوها على ضمانتي وردوا لي الخبر مع مرة وطاقة تخطاكم وخصوصا لك تتاهل فينا ماذا سوف ينصيب ماذا سوف ينصيب على سيرها دائما البلد يقول يا الله العادة ما انتصار لك ندعاوي على ظهر الغيب لأنك لا تخيلش حلكة نفعينا سيخطوك يقولك بعد المرة ترك نكونتين فهي الخضراء وكل شيء ولكن ماذا نطيب هذه الحيرة لكل نهار كي يقولك انت صار عندنا نحن نفقوا مفكروا لأنك في القناتي ستعرفوا دائما نزل لكم اقترحات سهلة الوجبات بزرق البنات ينفعوهم ومنهم معاوتاني اقترح تعد نار هذا وأكيد ختمنا الوجبة دينا بهذا المشروب هذا شيء حاجة اكس بريس يعني نخالفه شوية في تقديم طلمونة داولة العصر الحامض فكلا بلمسات البسيطة وأيضا تكون كما قلت لكم النتيجة التي تكون زوينة ودائما شكرا شكرا ومليون شكر على تعليقكم الرائع عليك تخليوا لي فتحت كل فيديو له لاختتكم عليها ركما نقول لكم انتوما هم عائلتي اللي فرحانة وفتخرة بهم تهلو فراسكم بوسة كبيرة لكم تلقى ان شاء الله في فيديوات روشينات وشيوات جيدة يالله باي باي الغزان اشتركوا في القناة